اكد الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا أن مسارات التعامل مع الفيروس مستمرة وفق الخطط الموضوعة حتى الوصول للأهداف المنشودة وجدد الفريق الوطني الدعوة للمواطنين والمقيمين ممن تنطبق عليهم الشروط بالمبادرة لأخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا في وقتها المحدد إجراءات متواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا والدخول إلى مرحلة جديدة في هذا التحدي الصحي جددت التأكيد على أهمية الإقبال وأخذ الجرع المنشطة في وقتها المحدد لرفع الاستجابة المناعية للجسم وتخفيف شدة الأعراض المصاحبة للفيروس عند الإصابة به والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاء الجرعة التنشيطية جاءت التوصية بها مؤخراً وذلك لحماية جميع الفئات العمرية من 18 عاماً فما فوق فمن استكمل جرعتين من اللقاحات الأساسية المضادة لفيروس كوفيد ينصح الآن بأخذ الجرعة المنشطة وذلك لتناقص المناعة ولتعزيز هذه المناعة ولرفع معدل المناعة لدى الفرد والمجتمع طبعاً نطمن الجميع بين اللقاحات جميعها آمنة لم تسجل أعراض جانبية خطيرة حتى بعد أخذ الجرعات المنشطة المختلفة لمن تلقاها الحمد لله كان إقبال جيد كان ينم عن وعي للشعب الحمد لله من نزل البروتوكول الجديد حق الجرعة المنشطة جدتنا الفئات مع مختلف الفئات العمرية تطلب اللقاح وتطلب الجرعة المنشطة آثار هذا التطعيم أو أخذ الجرعة المنشطة كان بارز الحمد لله نشوف النتائج المترتبة عليه أنه نزلت الأعداد لازمنا نحافظ على المستوى الأخضر من خلال أعداد أو نسبة الإصابات في البحرين فالحمد لله رب العالمين وفي ظل العودة التدريجية للحياة الطبيعية يقبل المواطنون والمقيمون على التطعيمات والجرع التنشطية ما يبرز الوعي والاهتمام لمواصلة الالتزام بكفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل الحفاظ على المستويات التي تم الوصول إليها الآن وصلنا إلى ما يقارب 416 ألف جرعة منشطة تم أعطاها حق الأفراد المجتمع البحريني سواء من المقيمين أو المواطنين ونحث بقية الأفراد الذين لم يتسنى إليهم أخذ الجرعة المنشطة الإقبال على مراكز التطعيم لأخذ الجرعة المنشطة فإننا في انتظارهم أنصح جميع الناس والمقيمين والمواطنين بداية من أنها مجانية ومتوفرة أنهم يأخذون هذه الجرعة المنشطة على أساس إن شاء الله نقضي بيداً بيداً كلنا في إيدنا واحدة نقضي على هذا مرض الكورونا أشكر المنظمين على هذا الأمر غاية في الدقة والنظام وترتيب غاية في الروعة وتسهيل كبير جداً علينا ومسألة الجرعة المنشطة طبعاً في غاية الأهمية وأثرت أثر كبير جداً في مملكة البحرين في الحد من اتشار فيروس كورونا فالحمد لله من هذا القبيل حجست وقيت عشان خاطر أخذ الجرعة المنشطة مملكة البحرين وفرت اللازمة من أجل التغلب على الفيروس والحفاظ على الصحة والسلامة العامة ولزالت تعمل ضمن الإجراءات العالمية والمتغيرة بعزم وجد لمواصلة النجاحات للبدء بمرحلة قادمة أفضل بتكاتف الجميع منهجية علمية واضحة يتم تطبيقها في القطاع الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا عبر مراقبة ومتابعة البروتوكولات العلاجية المتجددة وتطبيقها بكل شفافية وطرحها للمواطنين والمقيمين تطبيقاً لمنهج التعاون من أجل الحفاظ على الصحة العامة شوق العثمان لمركز الأخوار تلفزيون البحرين شكراً للمشاهدة